مرحبا عزيزا متابعي قناة بلين بيعين عربية شرحي اليوم هو عن الاربود وتحديدا كيف راح تفرق الاصلية من المقلدة قبل ما ابديش راح لكم الطريقة طلب ان تشتركون بالقناة تفعلون الجرس لايك الفيديو في البداية طبعا مثل ما تعرفون ان احنا نقدر نبحث عن الاربود اصلية او لا عن طريق السيرل نمبر هذا اللي موجود سواء بالاي وواتش باي جهاز موجود هذا الرقم التسلسلي هو اللي راح تقدر تبحث عن الاربود وتقدر تعرف انه هي اصلية لكن بالجديد الشركات تاخذ سيرل نمبر اصلي وتخليه على الغلاف فانت تبحث من الخارج راح يظهر اصلي للأسف فالان ما انصحي واحد يشتري من الخارج يعني من المحلات اصلية لكن من خارج للأسف مو اصلية شون راح تعرف اصلية او لا لازم تفتح السماعة وتربطها على الايفون غير هالشي هذا لا تشتروها مهما كان سعرها رخيص لانه ابدا مو اصلية 100% الشابه فالان راح نربطها طبعا ويا الايفون شون راح نعرف اصلية راح نربطها ويا الايفون بعد ما نربطها ويا الايفون راح ندخل من داخل الايفون راح ندخل من داخل الاعدادات مثل ما تشاهدون هنا ونروح على بلوتوث وندخل على هنا الاربود راح تشاهد المعلومات المفصلة عن الاربود اصلية والضمان موجود والإصدار وكل شيء هذه معناتها أن هذه الأيربود أصلية أما إذا اشتريتها من خارج المحلات فللأسف راح يقولون لك أنه هي أصلية لكن إذا ربطتها وإلى الآيفون راح تظهرها المعلومات كلها ولا يظهر الضمان فنصيحة كل واحد يشتري آيفون سماعات لازم يشتريها من شركة آيفون حصرا حتى الضمان لتكون سنتي ومن المحلات سنة وحدى الضمان هذا الفيديو راح تركب صندق الوصف كيف راح تعرف سماعات الأصلية من خلال سيرة النمبر حتى تطبقوها لكن لا تعتمدون عليه فقط الآن للأسف إلا تربطها الأيربود مع الآيفون وتظهر الضمان وحاليا بعد فترة ثلاثة أشهر تقريبا راح تنزل أيربود جديدة فاللي يريد يشتري لا يشتري الآن خليه ينتظر شركة آيفون راح تنزلنا أيربود جديدة بشهر التاسع تحياتي ومع ألف سلامة الرابط راح أحكم صندق الوصف